شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين جهاز شؤون البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية والاتحاد المصري للرياضة صيد الأسماك يهدف هذا البروتوكول إلى تشجيع هواية الصيد الرياضي دون التأثير على استدامة واستقرار النظم البيئية في البحر الأحمر أكدت وزيرة البيئة على أن البروتوكول يأتي في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة في البحر الأحمر وإدارة استخدامات موارد طبيعية بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية